تذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صادرات إيران إلى قطر توقفت جزئيا بسبب إغراق التجار الإيرانيين الأسواق القطرية بمواد ومنتجات فاسدة وتالفة وزيادة عمليات النصب والإحتيال والاختلاس والسرقة ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مدير مطار شيراز أن التصدير توقف جزئيا لأن تغليف البضائع المشحونة إلى قطر كالفواكه والخضار كانت بطريقة غير مناسبة جدا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزارة الصحة القطرية أعلنت أن الفواكه المصدرة من إيران ذات منشأ كيماوي كما يتم شحن البضائع بواسطة الطيران المدني ودون أي رقابة وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد بدأ الإيرانيون منذ استغلال الأسواق القطرية مع بداية إجراءات الدول الداعية لمكافعة الإرهاب ضدها بتصدير المنتجات الفاقدة لمعايير الجودة والبضائع ذات التغليف غير الصحي والمواد الغذائية التالفة والسامة مع عرقل عمليات التصدير إلى قطر اشتركوا في القناة